على قدرتها على تنظيم بطولات كبيرة جدا وإن شاء الله بإذن الله البطولة دي في أبو ظبي تعكس نجاح الإمارات في تنظيم واستقبال البطولات الكبيرة وفي وسط الكلام كانت كلم كابتن محمود الخطيبة على موقف نادي الأهلي من مشكلة التعارض بين بطولة أمم أفريقيا وبين بطولة كاسة العالم الأندية طبعا يعني أنا بشوفه إخفاق شديد جدا جدا من الفيفا يعني إزاي تنظم أهم بطولة على مستوى العالم كله بالنسبة للأندية اسمعها كده كاسة العالم للأندية إزاي كاسة العالم للمنتخبات كده أهم وأكبر بطولة للأندية على مستوى العالم في نفس التوقيت في نفس التوقيت المنتخبات مرتبطة بارتباطات سواء متعلقة بتصفات كاسة العالم يعني بطل مكسيك مثلا مونتري عنده 7 أو 8 لعيبة بيلعبه في منتخبات كولومبيا وأرجنتين وكوستاريكا والمكسيك عندهم 5 أو 6 لعيبة في منتخب المكسيك ومنتخب المكسيك هيلعب يوم الخميس يعني قبل ماتش ومونتري بـ 48 ساعة هيلعب يوم الخميس الصبح مع بانما ومنتخب مصر بيلعب في أمم أفريقيا فإزاي تنظم بطولة بالقدر ده يعني شيء مفوش لا تخطيط ولا تنصيق ولا أي نوع من أنواع القدرة على تنظيم بطولة بالحجم ده كابتن الخطيب قال إنه الأهلي استنفس كل الطرق الحقيقة تواصل بشكل مباشر مع الفيفا وتواصل أيضا مع الكاف لأنه الأهلي مش بيمثل مصر في البطولة دي الأهلي بيمثل قارة أفريقي وبالتالي مفترض إنه الكاف أو التحاد الأفريقي يدافع عن ممثله فيه اللي بيمثل قارة في بطولة كاس عالم أندية ويدغط بقى شكل من الأشكال على الفيفا لتغيير موعد البطولة وتواصل أيضا وأنتوا عارفين طبعا التصريح الشهير لرئيس اللجنة السلسية أحمد مجاهد اللي كان مسؤول عن إدارة اتحاد الكرة بإنه المنتخب حيلعب يعني هكذا تدار هذا هو الأسلوب اللي بتدار بي الكرة المصرية تصريحه طبعا الشهير بأنه مصر هتلعب بكامل لعبيها في بطولة أمم أفريقيا والأهلي يلعب بكامل لعبيه في كاس العالم وظن الأهلي طبعا أنه الرجل مدرك لطبيعة موقعه ومدرك لحجم المسئولية ولتوابع تصريح زي ده وظن أنه في الأمور يعني فيه اتفاق أو فيه بوادر حلحلة للمشكلة ولكن طبعا طلع كله في الهجايز زي ما بيقولوا كده تصريح ليس له أي أساس من الصحة واستمرت المشكلة ولكن في النهاية كابتن محمود طبعا ودي يعني ده واحد من أهم بدأ النادي الأهلي على اختلاف إداراته المتتابعة يعني أنه مصر أولا ده شيء ما يختلفش عليه حد وأنه إحنا سعداء بيقدموا منتخب مصر وده دور النادي الأهلي أنه يدعم المنتخب المصري وهدفنا الحقيقة من كل الكائنات الرياضية أنه الرياضة المصرية يتبقى دايما بخير وأنه العالم المصري يبقى دايما مرفوع وده حاجة ما تقبلش الاسمة على اثنين زي ما قلت لكم النهاردة طبعا الاستعادات تحت المنتخب